السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعي قناة التعليمية سنتعرف في هذا الفيديو ان شاء الله على إمكانات التوجيه إمكانات التوجيه المتاحة لتلاميذ السنة السادسة ابتدائي بعد النجاح ان شاء الله في السنة السادسة ابتدائي سوف يلتحق التلاميذ بالسنة الأولى إعدادي يعني كما نقول سبعة السنة الأولى إعدادي في هذه السنة هناك عدة توجهات هناك المسلك العام والمسلك الدولي يعني الفرنسي والمسلك المهني إذن بالنسبة للمسلك الأول أو الاختيار الأول الممكن وهو المسلك العام والاختيار الثاني وهو المسلك الدولي يعني الفرنسي والاختيار الثالث وهو المصار المهني وسوف نتعرف على التخصصات المتاحة في هذا المصار إذن عندنا أشغال المعمار المطعمة إصلاح السيارات الفخار والخزف النجار الفنية التقنيات الكمية للتدبير مناخ وتنظيم المقاولة نجارة الخشب والأليمنيوم الميكانيك الصناعية صيانة وضبط آلات الخياطة التركيب الصحي الحدادة الفنية صيانة التكيف الكهرباء الصناعية كهرباء البناء والفصالة والخياطة الهيكلة والصباغة ثم التخصصات المتاحة على منظومة ماسار إذن أغلب هذه التخصصات فيتم اختيارها من طرف تلامذة السنة السادسة ابتدائي حسب إن كانت هذه التخصصات متاحة في المدينة التي يتواجدون فيها فغالبا السلك العام والمسلك الدولي فهم متاحون في جميع المدن لكن بعض التخصصات أو المصارات المهانية فإنها غير متاحة في جميع المدن وبالتوفيق لجميع إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر